انا الدكتور هاني نصر استاذ طب وجرحة العيون ورئيس قسم العين في مستشفى الديني نهاردة هنتكلم على السكر وتأثير على العين من المعروف ان السكر هو المرض سائد في العالم وفي مصر له نسبة معينة من الناس من السكر حوالي 15% من الناس تأثروا بسكر الحقيقة السكر من الامراض اللي هي لو اتشخاصت بدري مضاعفاتها بتقل السكر بيبقى في نوعية من السكر سكر بيجي خلقي الاطفال والسكر بيجي الكبار واحب يتعالج بالانسودين واحب يتعالج بالادوية المدرة للانسودين هو الكبار نهاردة نتكلم على تأثيره للعين والسكر بيأثر عليك حاجات كثيرة في العين نبتدي من كده من الاول انه بيزود حدوث المية البيضة عند الناس بيزود حدوث المية الزرقة بيأثر على الشبكية والاهم جزء بالنسبة لنا لانه ده المريض ممكن بيبقاش واخد بالو ان فيه تأثير على الشبكية غير ما ييجي مرة اردو انفصال شبكي او عنده نزيف في الشبكية من غير ما يكون هو حاس ولكن كده احنا دايما دازم نقول المرضى السكر الفحص الدوري للشبكية ده اهم حاجة عنده طبيب الايون كل ست شهور احنا نقول من اول قراءة سكر بقال له خمس سنين يبقى كل ستة شهور يبحث لك دائما لو عنده يبقى له عشر سنين يبقى كل ثلاث جهور تأثير ما الذي يحدث في الشبكية ؟ يحدث أن يحدث مع اوائيه دوماية تكاثرية اوائيه دوماية تكاثرية تؤدي إلى نزيف الشبكية و هذا النزيف يؤدي يؤدي إلى انفسار الشبكية. ساعات يؤدي إلى ارتشاح في مقلة العين نتيجة الاوائيه دوماية تبقى ضعيفة فبيحصل الارتشاح في مقلة العين فإذا بيؤثر على الرؤية الحقيقة كل الحاجات دي مش عاوزة نفطة القط لكل الحاجات دي سهل علاجها لو هي الشقاص البدري يعني على سبيل المثال لو فيه أوعي دموية تكاثورية بيتعمل الليزر لكي هذه الأوعية وكي الشبكية حتى تتلاش هذه الأوعية دموية تكاثورية لو فيه رشح في مركز الإبصار بيتعالج لوقتي فيه علاج بقاله فترة 87 سنين كويس والحقن المادة مضادة للارتشاح في الشبكية التشخيص المبكر بالفحص قاع العين وفيه فحوصات معينة حاجة اسمها أشعة مقطعية على الشبكية دي بتبين اللي كان فيه أي رشح في الشبكية بادري فاللو قد يحب يخش يتناول العلاج بادري فالنتيج بتبقى أحسن بكثير طبعا لقدر الله جات في حالة متأخرة برضو نازل لها علاج إن لو فيه نزيل في جسم اللجاجي أو انفسار شبكي بتعمله عملية استقصال جسم اللجاجي وعلاج الإصلاح وحقن الزيتس وزيت سلكون أو غاز في الشبكية كل حاجة لها حل لكن أهم حاجة طبعا كل ما منتشخص المرض بادري كل ما نعتاج العلاج بتبقى أحسن النهاردة احنا كمان عادت نتكلم إن السكر مرض ممكن يتعايش معه ويمرب معه بسلام ولمرضه ما تخافش بس أهم حاجة انها او ما تحس المريض السكر او ما يحس فيه بتغيير في الرؤية بتاعته ولماذا ينتجح مباشرة الأخصائية واستشارية ليوندلك البحث شكرا شكرا